ورحب الضيفي هنا في السيديو سيد عبدالله الغامدي المعارض السوري ورحبك سيد الغامدي بداية هذه الاعتقالات في السعودية طالت مؤخرا والدتك وأخويك شقيقك كيف تم اعتقالهم وما هي المبررات التي ساقتها السلطات بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر قناة الحوار وأشكر كل من اتصل علي وساندني في هذا الموضوع في الحقيقة طريقة الاعتقال كانت جدا غريبة أنا أوصلت هدية لوالدتي مبلغ مادي بسيط وبعد فترة ذهبت والدتي إلى مدينة جدة هي الشقيقي الأسر لتزور والدتها أيضا فتم اعتقالها لكن ليس لدي أي تفصيل عن طريقة اعتقالها لكن في نفس الوقت التي اعتقلت فيه تم مدهمة منزلانا الآخر في مدينة الدمام جدة والدمام بينهم مسافة تقريبا ألف ومتين يعني العملية كانت مرتبة تمت مداهمة منزلانا في الدمام وتم اعتقال الشقيقي الآخر اسمه سلطان الغامدي عمره 35 سنة وتمت مداهمة تقريبا حدود الساعة التاسعة مساء طبعا هذا في النظام السعودي مخالف النظام السعودي لا تجوز الاعتقالات والمداهمات إلا في الصباح هؤلاء جاء ويعتقلوهم وداهمهم الساعة ساعة تاسعة مساء طبعا جالسوا في بيتنا في الدمام تقريبا حدود أكثر من ثمان ساعات يحاولوا نفتشون عن أي شيء ما حصل أي شيء نهائيا الحمد لله ولا في أي دليل ضد أخواني إذن ما هي المبررات التي ساقتها المبررات الحكومة السعودية تدعي وتزعم أن والدتي وصل لها مال من طرفي طبعا أنا أعتر بشيء هذا أني أنا بار بوالدتي ورسلت لها حتى المبلغ بسيط جدا مبلغ لو أقول ممكن الناس يضحكون هل هذا مبلغ يخلي دولة بجنودها وعتادها تستمفل وتعتقل أمره عمره 60 سنة تعاني من الأمراض يعني تعاني من مرض السكر تعاني من مرض الضغط يعني تحتاج إلى رعاية صحية وطبية وشقيق الآخر عادل عمره 25 سنة كان مجرد مرافق محل لا أكثر ولا أقل هو الغريب أنه صحيفة سبق السعودية قالت بأن الاعتقال هو عملية استباقية أحبط من خلالها وخطط يهدف لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى يعني إذا كانت أمره عمره 60 سنة مريضة وتعاني من مشاكل صحية تزعزع أمن آل السعود يعني هذه فضيحة لآل السعود وهذا فخر الوالدتي صراحة يعني أنا يعني أمر مضحك يعني هذه الأخبار حتى في بعض الدول القمعية لم نسمحها بعض الدول القمعية تعتقل الشباب تعتقل النشطة يعني هذا صراع بين حق وباطل أما تضع حيلها وقوتها على أمره عمره 60 سنة فقط لأن حصلت على هدية من ابنها الذي يختلف مع النظام فهذه مصيبة عظيمة يعني محمد بن سلمان مثلا يدعي أنه مناصر لحقوق المرأة إذا أنت مناصر لحقوق المرأة أفروض أنك أنت تستحي يعني يكون وجهك حياء أنك تروح تعتقل أمرأة ابنها أعطاها هدية نعم طيب اتهمت أنت على ذكر محمد بن سلمان اتهمت محمد بن سلمان بشكل مباشر بالمسؤولية عن إصدار الأمر باعتقال والدتك وشقيقك لماذا اتهمته شخصيا؟ هل لديك أدلة؟ نعم هو المسؤول هو المسؤول عن أمن الدولة وأمن الدولة تتصرف في الأمور هذه وخصوصا مع أهالي المعارضين مع أهالي الحقوقيين مع أهالي الشباب الطيار الجهادي إلا بأمر مباشر يعني في عهد محمد بن نايف كان حقيقة كان في بعض التسامح بعض التسامح في عهد محمد بن نايف رغم جبروت محمد بن نايف دكتورية محمد بن نايف إلا أنه كان في شيء ما تسامح أما محمد بن سلمان يعني القمع بشكل رهيب جدا يعني هذه الرسالة يريد أن يصل محمد بن سلمان إلى الشعب لا تناصر أهاليكم والقمع سيستمر وتكميم الأفواه سيستمر قلت أيضا بأن هذا الاعتقال هو للضغط عليك ما الذي يراد منك ما الذي تريده السلطات منك أنا حاولت بعد ما جاني خبر طبعا جاني خبر من أقارب الأطراف البعيدة من أقارب الأطراف القريبين جدا ممنوع أن يتواصل معهم أبدا حاولت تواصل معهم أبدا ما يرفعون السماعة فجاني خبر من أحد الأقارب البعيدين أنه بالفعل هناك فيه تهديد وصل لعائلتي أن عبدالله لا يصل له خبر اعتقال والدته لماذا؟ ما في أي سبب فقال لهم كلمتين هذه وقفر السماعة فأنا أحمل محمد بن سلمان المسؤولية وأحمل الدولة السعودية والنظام السعودي كل مسؤولية لما يجري ولما جرى لوالدتي ولشققها هل تنوي رفع شكوى ضد السلطات السعودية؟ نعم أنا حاليا تواصلت مع منظمات الحقوق والحمد لله في استجابة جيدة ممتازة ومن ضمنهم قناة الحوار جزاكم الله خير وكذلك قناة الجزيرة لأنه تصرف صراحة قبيح يعني تجي تعتقل أمرأة حتى تبتزز ابنها يعني لم أبلغ تافه يعني لو مبلغ بالملايين كنت أقول بس مبلغ بالألاف ترى أنا ما أريد أن أقول حتى الناس اللي يقولون أنه نعبد الله حتى كمان مقصر مع أمو في الشغلة هذه ما الذي حدث في السعودية حتى تنقلب هذا الانقلاب؟ قلت بأنه كان في السابق هناك نوع من المسامحة أو التسامح بين الأطراف وبين الناس في حال حتى في حال الخلاف اليوم ما الذي جرى حتى جرى هذا الانقلاب؟ محمد بن سالمان يتحدث من واشنطن عن الإصلاح وعن الحداثة والتقدم والتطوير وما إلى ذلك في حين نشهد على الأرض مثل هذه الاعتقالات سواء علماء مشايخ مؤثرين ولهم قدرهم ولهم احترامهم في المجتمع وأيضاً الاستقواء على امرأة مريضة نعم محمد بن سلمان عنده مشروع تغريب حالياً يعني سابقاً السلطة السعودية كانت ذكية في التعامل مع الشعب تعرف توجهات الشعب الغالبية توجههم ملتزمين وما يحبون الأشكال الانحراف والترف الذي حاصل الآن محمد بن سلمان لا يضيق مع الجميع حتى يمشي المشروع الغربي يعني حتى بالنفس محمد بن سلمان نعترف أنه زمان نحن كنا دولة دينية ولا نحن نتحول إلى دولة علمانية أو الليبرالية فهذا هو هدف محمد بن سلمان وطبعاً الناس المحافظين جزء كبير جداً في البلد وهذا الناس محافظين هم اللي راح نواجه محمد بن سلمان فمحمد بن سلمان الطريقة الوحيدة حتى يقمع ويسكت هذول هو القمع السجن يعني اعتقال مثلاً سلمان العودة اعتقال كثير من المشايخ كذلك يعني كثير من المثقفين خارج السعودية الآن يعني مثلاً الدكتور سعيد الغامدي مثلاً موجود خارج السعودية وحتى هو كتب تغريدة أن السلطات السعودية منعت أولاده من التواصل معه تخيل يعني شخص خارج السعودية أولاده يطلعون يزورون يشوفون أبوهم منعت الحكومة السعودية طبعاً هذا كله حصل في عهد محمد بن سلمان في عهد السابق كان مثل الأمور هذه تمشي ما عندك مشكلة سويها بس لكن الصراع كان في شيء من الصراع الشريف سابقاً يعني رجل ند رجل بس حالياً محمد بن سلمان أثبت الوجه الحقيقي للدولة هذه الدولة العميقة لأننا كنا نسمع الدولة السعودية تعتقل بعضها لشباب الجهاد وممكن تعتقل أمهاتهم تعتقل زوجاتهم حتى يضغطون عليهم مسلمون أنفسهم الآن محمد بن سلمان وصل إلى مرحة أنه حتى يواجه الاصلاحيين نحن كل مطالبنا وشي مطالبنا بسيطة جداً وأي إنسان يسمع فيها يقبلها إصلاح في القضاء إصلاح في الإعلام محاسبة شفافية هل أنت تحدثت عن التغريب هل ربما محمد بن سلمان يفهم التغريب بأنه هو المعنى الآخر للإصلاح والإنفتاح الذي يتحدث عنه نعم هو محمد بن سلمان يريد تغريب شاذ في السعودية لا يريد تغريب كثورة صناعية مثلاً زي موجود في أوروبا لا يريد أن يأخذ الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي السيء الوقع ركس لعب له فهو يضيق على الإصلاحيين يضيق على النشطاء يضيق على المحافظين ويفتح خانة بسيطة للرقس والمتعة والله والترفيه فإذا الناس طاقة عليه هذا فتتوجه للمشروع الثاني المشروع الثاني إذا استمر عشر عشرين سنة خلاص البلد عندنا في بلاد الحرمين ستتحول مثل أي بلد أي جنبي نعم هو اعترف محمد بن سلمان منذ أيام بأنه حتى تقوية الوهابية في السعودية كان بطلب من الولايات المتحدة خاصة أيام حرب أفغانستان وغير ذلك واليوم هو يسعى للتغريب كما تفضلت أيضاً ربما بدعم أو بطلب من الغرب أو من الولايات المتحدة وهذا يدفعنا إلى التساؤل حول حقيقة استقلالية النظام السعودي منذ زمن طويل وحتى اليوم ومدى مشروعية حتى هذا النظام هو النظام السعودي حقيقة لم يكن مستقل النظام السعودي تأسس بدعم بريطاني هذا الحقيقة الأولى والسعودة أنفسهم يعترفون الطلاب عبد العزيز يعترف أن أبوه الملك عبد العزيز كان يأخذ دعم من حكومة بريطانية وهذا حقيقة الأولى النظام السعودي أسس بدعم بريطاني لمواجهة الدولة العثمانية في نهايتها منذ هذا الوقت النظام السعودي بدأ يتحول مع القوى العظمى أمريكا بدأت تصاعد قواتها وبريطانيا بدأت تنخفض قواتها فتحول مشروع السعودي إلى مشروع أمريكي وصارت أمريكا وبريطانيا تستغل تبيعهم سلاح تبيع لهم سلع يعني دولة مستهلكة إلى أبعد درجة مشروع الوهابية ما الوهابية هذه مشروع محمد بن سلمان أو الدولة السعودية حقيقة لم تستغل الوهابية فقط استغلت الليبرالية استغلت العلمانية استغلت الوهابية حتى استغلت الشافعية يعني عندنا في المنطقة حجاز منطقة الجنوب الناس ما هم وهابين مذهبهم أغلب الشوافع ومع هذا يعني أول شخص سمى المملكة بالملكية هم الشوافع وليس الوهابية بالعكس الوهابية كانوا الزعلانين على تسميها هذه أنه مملكة لا لا نرضى بملك ما يجوز كوهابي ما يجوز أنك ترضى بملك الشوافع هم هم اللي مرروا القرار هم اللي قدروا يثبتونا وخلوه عبد العزيز يقبل فيه ويأسس عليه فهو الدولة هذه تجيد ركوب التيار دولة تم وصفها الدكتور عبد المسيلي دولة علمانية علمانية وذكية صراحة يجدون استغلال الدين يجدون استغلال التيار الليبرالي يجدون استغلال التيار علماني يجعلون تصادم بين الطياف المجتمع شمالي جنوبي شرقي شيعي سني ولكنها غير مستقلة كما تفضلت كيف نربط بين الذكاء واستغلال ركوب الموجة وبين الاستقلالية أو التبعية هي تبعية لأمريكا لأن أمريكا تريد تريد شعب بهذا الشكل تريد شعب بهذه الطريقة شعب استهلاكي شعب ليس له أي قرار تريد سلطة متى ما طلبت منها أموال تعطيها يعني ترامب مثلا يجي السعودي يأخذ 400 مليار ويمشي محمد بن سلمان يروح لترامب بالفترة ويعطيه 100 مليار وكما نراض ويفتح معاه مشاريع هذا اللي تريده أي انفتاح أي إصلاح أي تحرر للشعب هذا تحرر حقيقي تحرر من ضبط هذا يعني نهاية الشكل الغربي المحتل لجزيرة أشكرك جزيلا